موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك في أولى حلقات سلسلة جديدة مهمة جدا اسمها استراتيجيات لعب النهايات في السلسلة الأخرى اللي احنا مكملين فيها 100 نهاية شطرنجية في غاية الأهمية احنا بنجيب النهايات من آخرها يعني ايه من آخرها؟ يعني الشكل النهائي مثلا بعد ما يبقى معاك رخ وبيدأ والخصم معاها رخ يبقى معاك ملك وبيدأ والخصم معاها ملك ده النهاية من آخرها هتتعامل ازاي في الموقف ده في السلسلة دي احنا بنجيب النهايات من أولها يعني تحس كده ان احنا دخلنا اندي جيم طب من أول نقل هتلعبها في النهايات ايه هي القواعد اللي انت محتاج تكون عارفها عشان تلعب نهايات كويسة توصلك للمية نهاية شطرنجية في غاية الأهمية اما تتعادل او تكسب حسب الموقف اللي انت بتوصل فيه فالسلسلة دي اهميتها انك تجيب نقلات في الاندي جيم من أول نقل هتلعبها في الاندي جيم تجيب نقلات مصبوطة وبالتالي استراتيجيات لعب النهايات يعني المبادئ اللي هتمشي عليها عشان تجيب نقل صح من أولها كده من قبل ما نوصل للشكل البسيط بتاع مالك وبيدأ قصاد مالك ولا رخ وبيدأ قصاد رخ ولا الكلام ده رفعت بوست على جروبنا على الفيسبوك وبرضو على اليوتيوب في الموقف ده وقلتلكم انا ده مش بازل او مش لغز ده بس محتاج تفكر فيه ازاي تمر بسلام لو بتلعب بالأبيض ده اماك خسران بيه ده الرخ بتاعت الاسود اكثر نشاطا ممكن تنزل تدي كيشي ممكن تنزل انا تقضي البيادئ وبرضو هطلب من سيادتك توقف الفيديو وتفكر ممكن الابيض يلعب ايه هنا وتكون خطة نجحة تخليه يعدي بسلام وما يخسرش المباراة جدير بالذكر انا هنشوف النهاردة اربع مواقف بيتكلموا كلهم عن نشاط المالك وهو ده موضوعنا النهاردة وموضوع الحلقة القادمة من هذه السلسلة ازاي انشط مالكي في النهايات وازاي اوستنو اخليه في منتصف الرقعة حتى بيسموه بالانجليش سنتراليزيشن اوف دا كينج ازاي وسطا الملك اوخليه دايما فيه انشط بقعة على الرقعة يا سلام ماشي هذه المباراة على فكرة لعبت ما بين سيرجاي كارياكن وتقييمه 2732 ووانج يو 2689 في اولمبيات باكو في 2008 في الاولمبيكيات وهنا سيرجاي كارياكن عمل كارثة واخد رخ في بيده انت جاي تعلمني النهاردة حاجة ما كانش يعرفها يعني سيرجاي كارياكن يا سيدي اولا مفيش حد كبير على العلم يمكن يكون عارفها طبعا اكيد ولكن ما حضرتوش يعني باله لم يحضره الفكرة وهو بيلعب ممكن يكون كان مضغوط في الوقت فما جابش احسن نقلة ولكن الافضل من نقلة روك تيكس انا هعتبر انك وقفت الفيديو وفكرت وجيت هذه النقلة كينج F2 ولنا هنا وقفة ما هي الفكرة ايه اللي يخليني مكلش البيداء ده ونرجع من كينج F2 كده ونتكلم بالراحة لان هي دي الفرشة اللي هتخليك تفهم كل الثلاث مواقف اللي جايين كمان فيه ثلاث مواقف غير هذا الموقف في هذا الفيديو ملك الاسود اكثر نشاطا من ملك الابيض ليه لانه اخذ مساحة اكبر في الرؤعة مشي في الرؤعة من هنا لحد هنا ملك الابيض لسه مكبوس تحت تاني حاجة الرخ دي اخطر على الملك الابيض من هذه الرخ على الملك الاسود لان فيه كش ممكن ارجعك وبعين اخش بملكي وهدد متات بعد كده الرخ ممكن تيجي هنا تهدد انها تاكل البيض ممكن الرخ تنزل على طول تهدد الرخ دي اكثر نشاطا من الرخ دي اعمل ايه علشان اقلل من حدة نشاط هذه الرخ وانها متقرمش كل البيض اجيب الملك ده كده علشان احمي ده لا مش هلحق ولكن ممكن احمي ده لاحظ انك انت عديت ملك الاسود لا يستطيع ان يمر لان الرخ اطعه فرغم ان هو قطع شوط كبير في الرؤعة بهذا الشكل لكنه مش قادر يرجع لمربع الاعمليات بتاع البيض بينما ملكي يستطيع وخلينا اوديك الصح الاول وبعدين اوديك الغلط اللي حصل في المباراة روك اي ثري هات البيضاء لو سمحت كينج اي ثري جيت عالكش اه ما انا بفهم ما انا فاهم فاهم كويس هنا في طريقين والطريقين يتعدلوا الطريق الاول انك تلعب كينج دي تو ولما صاحبنا يروح يهدد البيضاء اطلع كينج سي ثري هذا البيضاء رغم ان هو واقف اصاب ثلاثة الا ان الرخ دي هتبقى نشيطة جدا دلوقتي بعد ما تاكل وبعدين تروح تقف هنا وتاكل والبيضاء ما بتدفعش عشان انا حاميت بيضاء السي فور يا سلام على التكنيك الرائع لاحظ ان الملك ما عداش فبعد مثلا كينج بي وان هات يعمل بيضاء لو الملك دخل على دلوقتي لا صباح الفل خلاص بقى ملكي نشيط وحامل بيضاء تيكس تيكس والشكل تعادلي خلاص البيضاء ده موقف الاثنين الرخ نشيطة الملك واقف ممتاز انتهت القصة تعادل اصفر على الانجين ايضا ممكن تلعب في هذا الشكل بدلا من كينج دي 2 يعني بعد الكيش اللي انت خدتها بدل كينج دي 2 ممكن تلعب كينج اي فور على فكرة طب ولو لعب روكسي 2 هات البيضاء بتلحب الاول نقلة في منتهى الاهمية انا نفسي توقف في فيديو وتفكر فيها على فكرة النقلة دي تبع موضوع النهاردة زي ما انا هنشط ملكي فانا هخلي ملك الخصم اقل نشاطا فالكيش دي يا جمالها كيش الاول ابعد عن يعني ابعد عن نشاطك في وسط الرقعة بعدته بعدين كالت البيضاء اكل هو كمان البيضاء وايه يعني كينج دي 5 انا داخل دلوقتي ارمش البيادئ روك دي 4 بكش وايه يعني هات البيضاء ده لو سمحت انت بتدفع صباح الفل انت بتدفع تاني انا حركب البيضاء بالرخة بتاعتي بص ملكه فين بص ملكك فين بص فرق الجودة فرق الكواليتي رائع 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 خلاص ما عادش في حاجة انا دلوقتي عايز اكل البيضاء ده لو انت دفعته فانت بتوقع البيضاء ده تعادل طب بص بقى لو انت بتلعب غلط بتلعب زي سرجاي كرياكن وصيف بطل العالم في مرة من المرات ولكن انت بتلعب زيه دلوقتي واللعب ده غلط لان اكلت البيضاء وهذا سمح بيه انا راجع لمنتصف الرقعة بتمبو لو لعبت النقلة دي يا معلم فهذا سيسمح باني اخد البيضاء عادي جدا ولو انت اكلت هنا طب مين هيلحق ده وده قص ملكك فين ولاحظ ان انا بلعب كده او بلعب كده انت بتاكل وحامي وبتخش كده تاخد البيضاء والبيضاءين دول بيجروا متفوق اربعة على الانجن اوكي ولذلك بعد الكنج ما جاء هنا دي ممنوعة فانت بتلعب دي عشان تحمي بدأك ولكن بعد روك اي ثري هات لو سمحت اي سيكس روك تيكس لسه فاكر بعد ايه لسه فاكر قلبي يديلك امانه مهم ماشي روك تيكس وصاحبنا اداله كش وبعد ما مشي اكل البيضاء ودخلنا على فكرة في شكل من اشكال رخ وبيضاء قصاد رخ ولكن علشان اللي كان بيلعب بالاسود مستر وانج يو يعني مذاكر كويس جدا استراتيجيات النهايات والميت نهاية شطرنجية في غاية الاهمية عارف ان الشكل ده هيبقى مكسب بعد مقطع الملك منتاش معدي والبيضاء ده مين يلحقه يا معلم روك بي وان سي فور تعالى وايه يعني تيكس تيكس ده طلع كمان العفريت مذاكر نهايات الملوك ملك وبيداء قصاد ملك عارف ان الشكل ده مكسب بعد كينج اي وان لو البيداء في ستة كل ما يهمك في هذا الشكل انت فوز بالمقابلة ولذلك كينج دي ثري بلندر عشان الابيض هياخد منك المقابلة ويتعادل كش اجي كده كده خلاص اتخنق ولذلك صاحبنا مذاكر ان تكسب هنا هي مش نقلتين بيكسبه بس او النقلة الواضحة انك تاخد المقابلة ولما يخش عليك تاخد المقابلة تاني ولما يقصد البيداء تعلالي يضطر يطلع وتخش وترقي يا السلام موقف رائع كينج اف تو بتقول انا بفهم انا رايح مش هحمي ده لكني هستطيع اني احمي ده او حتى لو سبت البدائين ملكي هيخترق ويقرمش البيادئ دي اتمنى تكون استفدت حاجة من هذا الموقف ولكن لسه فيه ثلاث موقف معانا عشان يرسخوا الفكرة بس كده لا الحلقة الجاية هنكمل موقف عن تنصيط الملك برضو وبعد كده نعم انا ننتقل الى موضوع اخر من مواضيع استراتيجيات لعب النهات الموقف اللي بعده عايز تجيب رقعة وتحطه على رقعة ماشي عايز توقف وتفكر ماشي لكن قدر الامكان مش عايزك تبقى متلقن يعني تقعد اه قولي الله يا سلام الشاي ده حلو انت كنت بتقول اي اه 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 مش عايز كده انا عايزك تكون يعني جزء يعني تبقى نشيط وانت بتتفرج تبقى انتر اكتف متفاعل معايا عشان تستفيد وتحقق اقصى استفادة ماشي هذه المباراة ما بين يوري كوتوكوف او كوتوكوف واسطورة التدريب التاريخية مارك ديفوريسكي مارك ديفوريسكي كان بيلعب بالقطع السوداء هنا وبيقول في تحليله لهذا الموقف انه فكر في النقل النشيطة روك اي ثريبكيش ولكن حبي يعمل تكنيكال ويني مكسب تقني هو معايا بي ده زيادة اخد بالك وهذا المكسب يبدأ بتنشيط ملكه فيلعب ايه عشان ينشط الملك روك بي فايف عديني وصلني وقفني قصاد بدأك السالك ده عشان ما يعمليش مشاكل وفي المباراة مرضاش الخصم انه يكسر ارخاخ ولعب الكيش دي ولكن تعالوا نشوف ماذا يحدث لو حصل تكسير ارخاخ في هذا الشكل نايت سي ثريبكيش والملك اصبح اكثر نشاطا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده وتسيب البيداء اغا سيب البيداء وكمل ما انا هدعم البيداء ده طب خد بالك من البيداء اللي بيجري ده وايه يعني تخيل ان مارك ديفوريسكي في تحليله بيقول انه فكر في نايت هنا تعطيل بس كده للحصان هات الحصان ده حصان يمشي ادفع البيداء ولو كالك الحصان كامل مين بيلحق البيداء ده ولا اي حد بيلحق البيداء تخيل ولكن قالك ليه 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 اتفازلك لماذا اتفازلكه مدفع البيداء على طول ما هو ويننج برضه ده تحليلاته اللي بعد المارش ده ما تلعبش اللي تلعب في المباراة انه الدالوكيش ده مارش كسر ارخاخ ليه اعمل كده ده انا اكل وانا عايزك توقف الفيديو وتفكر ازاي تلحق البدائين دول بحصانك انا هعتبر ان انت رجعت وهتستمتع جدا بالنقلة نايت اي فايف علامة تعجب ينهر ازرق هايجيب وزير في الوقت المناسب كش ولاحظ ان الكش دي هتبعد وخاضص بعيد عن الوسط واتدخل مالكي بعد ما المالك يمشي نايت دي سيكس ممنوع ترقي ووقفنا البداء التاني ايه جمال ده والله كلامي يستحق اللايك واشتراك وحاجات فضيعة كده خلص ده مكسب هتخش كده دلوقتي تقرقش ده وبعدين تقرقش التاني وبعدين تخش بالبيداء بالحصان بتاعك تاكل البيداء دي وترقي واحد من الثلاثة انتهت القصة طيب تعالوا نشوف بقى كيف جرت المباراة المباراة مشيت انه اداله الكش قال له ماشي بص ما دخلش كده وسمح له ينزل هنا ويقعد بقى يلفه ويقرقش في لا 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 كينج بي سيبن ممنوع تدخل تماما برخك كينج افتو ركب تورة بطك كينج اي ثري اداله كيش كينج افتو وبدأ يدفع البيداء بتاعه في ال ايتش فور اي سيكس طيب خلاص انا هسمح لك تنزل بس انا رايح اخد البيداء ده الرخ اخترقت ولكن ايتش ثري ده اللي تلعب يا جدعان ده اللي تلعب في المباراة نايت اي سيفن حميت لاحظ انك لو ربطني هدخل كده حميت الحصان بتاعي وعايز البيداء وحميت كمان البيداء ده ومفيش اي مشاكل روك ايتش اي طيب نلحق ده كينج اي سيكس هات البيداء ده يا معلم نايت جي وان طب انتهت البيداء ده انت نسيت ان انا عندي بيداء كمان سالك تعالي لاحظ انك لو كلت البيداء ده بهذا الشكل مين هيلحق صاحبنا ده حتش هيلحقه ولذلك الكنج دخل بعد الكش الكنج دخل ثم النقلة الالمعية التي تستحق علامة تعجب روك جي ثري يا سلام خد يا عم علامة تعجب ايه فكرة روك جي ثري ببساطة هات الحصان ولو اكلت انا هديك كش عظمة من هنا وبعد ما تتحرك هلعب نايت سي سيكس عايز اكل هنا وديك كش مات او تمشي يجيب وزير تفوق تسعة للاسود في هذا الشكل الموقف من اوله يبدأ بفهم بسيط انا عايز ملكي يخش اللعب عشان دي اولوية في النهايات فالعبت روك جي فاين بس هي دي الفكرة هي دي اللي انا عايز اقولها لك النهاردة دي رسالتي دي المسيج اللي عايز اوصلها من الفيديو بتاع النهاردة تعال انتشوف موقف كمان بس بين اساطير اللعبة بقى ايفجني باريف وجاري كاسباروف المالشي ده تلعب في بطولة لنارس سنة الف وتسعمائة اتنين وتسعين كاسباروف كان بيلعب بالقطع السوداء خسران قطعة لكن معاه بيادئ كتير وباريف معاه قطعة زيادة وخسران شوية بيادئ كتار مقابل هذه القطعة وباريف هنا لائب نقلة مش احسن حاجة بيسموها ديوبيا سموف نقلة مش حلوة بشب اي فايف فكرته انك لو اكلت البيدأ انا هدخل بمالكي وقرمش الحاجات ولكن كان عنده افضل انه يلعب كينج سي ثري ويحاول يروح يقرمش البادئ دي على فكرة الشكل مازالت عادولي بعد روك تيكس وتحاول تخش ولكن البادئ برضو خطيرة خد بالك بس بص الملك نشيط ازاي انت الوقت ممكن تطلب البيدأ لو قالك كش بتمشي ودفع البيدأ ممكن تاخد البيدأ ده الشكل تعادولي او افضل شوية للابيض 7 من 10 للابيض لكن محتاج تكمل بقوة وبشراسع عشان تعرف تكسب وبدقة طبعا لكن فرق قدرة الملك ده عن الملك ده فرق مختلف جدا الكواليتي او جودة الملوك مختلفة تماما المهمة تلعب في المباراة هذه النقلة ولوعي بقى عليها علامة تعجب من كاسباروف كينج اف سيبن مش اكلة الرخ رخ في بيدأ لأ عشان دي هتسمح ان ملك اكينت هيتنشط لا ده الاولوية عندي ان انا انشط ملكي افهم بقى جاري كاسباروف بيعمل ايه روك اي 2 بص بص الافترة بعد ما اخد البيدأ والكينج طالع يطلب البيدأ واقف وش الرخ عادي جدا مفيش ولا كسفة كيس يمسي كيس وهنا قرروا يتعدلوا بهذا الشكل كيس يعني كيس ارجع كيس امسي كيس ارجع كيس امسي قرروا يتعدلوا في هذا الشكل وبالتالي نشاط الملك مهم جدا اهم من ان انتش بيادئ والشكل بتاعي يبقى وحش زي ما ورتك في المثال بتاع تينجي سي 3 انا بنتش بيدأ وقاعد بجري بالبيادئ بتاعتي والملك بتاعي نايم كمان شوية على فكرة ده انت ملقبتش كويس جدا من ناحية الاسود هتخسر البيدأ دي ممكن تقع البيدأ ده ممكن يجري الملك بتاعك متعلق ممكن علاماتات ابيض احسن هنا بكتير ايفاجني بريف استطاع ان يتعدل في هذا الشكل ولكن لعب مباراة في 2016 في اولمبيات باكو في الاولمبيكيات مع بافل اليانوف ولعب مباراة حلوة جدا برضو مبدأها نشاط الملك هو بيلعب بالاسود هنا وفكر كده يا ترى تلعب احسن حاجة هنا ايه؟ ده انا هوريك نقالات في الموقف ده ممتعة بطريقة فضيعة هتستمتع جدا يا سيدي لو مش عايز اتعلم حاجة هتستمتع جدا برضو النقلة هي ملق اسود ركسي ايت علامة تعجب ما الفكرة؟ الفكرة انك لو كسرت رخاخ يعني لو اكلت رخ فرخ وانا اكلت خلاص البدأ دي فحضني انا هعمل كده انتش ده زقيت البدأ ده انا هكش عليه وننج خلاص وننج سهل هنقرمش البدائين ونحاول نرأي ده والملك يرجع يوقف في وش البدأ السلكة دي وخلاص انتهت القصة فرخف رخ اكيد غلط ولذلك مرضاش يكسر خدت منك الopen file على فكرة روك سي فور انا نوي الف ودفع من هنا روك بي ثري تلعبت اوكي نايت سي سيفن انا ضغط على البيدأ لو رخك مشيت وبحضر ان انا ادخل كده بالرخ بتاعتي روك اي ثري لاحظ انك لو كانت البيدأ مين هيلحق البيدأ ده بعد اي سيفن لازم ترجع وتطعه فروك اي ثري جامده ولكن روك بي فور اجمد هات طب والبيدأ بيدأ مين يعامل حاجه الحصان رجع اخل الطريق وحمل بيدأ حاجه عظمه مين بقى هيلحق ده محدش هيلحقه يعامي نوفل في النشاط المالك في الموضوع ما تصبر علي النقل جاي اهو دي فايف كيش امشي بعيد عشان البيدأ ده ما يبقاش محمي لو انا عايز اضغط عليه في لحظة من اللحظات وبعدين روك تيكس خدنا بيدأ اي فور روك اي فايف تعال انكسر عشان خطري لو كالت كالت مين هيلحق صاحبنا ده محدش هيلحق والبيادئ دي ممسوك لان المالك واقف في وشها بص بقى روك اف 3 وقف الفيديو وفكر افضل نقلة للاسود في هذا الشكل انا اعتبر ان انت رجعت النقلة التي تستحق علامة تعجب اول نقلة على الانجين كينج اي ايت انت رايح تحمي يعني البيدأ طبع ما تلعب كينج اي سيفن واسمحلك تديني كيش كده واكل وتنزل سبعة حامي بيدأك وبتقرمش البادئ لا طبعا ده نلعب كينج اي ايت هنا كينج اي ايت وتلعب في المباراة روك سي 3 محاولا انه ينزل بكيش فقال له كينج اي ايت يا عيني طب ولو رجعت تاني ساعتها باكل وحامي ما هذي العظمة ما هذي الشياكة والاناقة واحد يقول لي طب ليه بدل كينج اي ايت ملقبش اف سيكس يا سيدي يعني ما فيه ايه اي فايف على الهوى جامدة لو اكلته برضو هتنشط ملك ارخ الملك يمشي ناكل هنا وناكل هنا والبدأ ده مازال غصة محمي والحصان واقف كده ده متقيل اي نعم هتكسب لكن انا بكلمك عن تكنيك افضل انا بعلمك جودة نقلات اعلى فالسلسلة دي غنية جدا وهتفرق معك جدا هذي سلسلة مجانية مش مطلوب من سيادتك غير انك تشترك في القناة لو استمتعت تعمل لايك لو استمتعت واستفدت انا خلصت سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة